اذا عطوا ديوان من صفاقس جعل من البحر تحدياً له حقق من خلاله عديد النجاحات وأحرز الكثير من الألقاب هو نجيب الهادي هذا السباح العالمي الذي شق أمثار كثيرة عابراً مسافات طويلة في بحار وطنية ودولية من هو نجيب الهادي؟ في هذا الملمح سنعرف كيف وصل بالهادي إلى هذا المستوى طفولتي أنا من موليد 1952 طولت في 26 جوليا في 1952 في برج النار في المدينة العتيقة ثم تحولت إلى قايد محمد نحن نعرفها ومشهورة حي إربض طفولتي عديتها في الحي الشعبي وكيف كيف بالتوازي نمشي النادي السباح والانقاب بس فاقس والوالد اللي يرحمه شجعني وطفولتي كل مارستها كسباح مسابقات وقمت بعدة مسابقات في مختلف أنحاء الجمهورية وتحصلت على نتائج طيبة وزادة كيف كيف لعبت في كرة الماء عن نادي السباح والانقاب وكنت صغير وأول منها لعب كرة الماء اللي يختاروا منها مدرب من الفريق القومي المجري كور منذكر أنا وقتها هنا بالمناسبة هي تحية تقدير وفهمني واعتراف بالجميل للنادي متاعي السباح والانقاب اللي غرس فيها واحتضنت احتضني وتربيت وترعرعت مع سباحين سباحين سفاقس كيمة أحمد كليلة كيمة أبستار الشعري بذكرهم بالخير كيمة أمران ترابلسي كيمة نصف الشريف والقايمة طويلة وأنا وقت دخلت دخلت صغير ولحظت الجيل اللي أكبر مني وعطاني المثال أنا انسشت على منواله وذي شيء رائع معناها كما يقوله تداول أجيال وكان عنا المدرب سيمونسف الشريف يجينا من باريس ووقتها قلنا نتدربه تدريب معناها يعني في مستوى عالي جدا يعني تدريب الصباح تدريب العشية وكيف كيف مع تدريب كورة الماء عندما نقول نشيب الهادي نقول السباحة الفولاذية ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن بالهادي ثولى العديد من المناصب في المؤسسة العسكرية أنا مغروم بالجيش وجاتني فرصة وقتها مشيت لبنزارت عندي مسابقة وبرزارة كربي حب الكار اللي بشتهزني نادي السباحة متاع بنزارت وغلطت طلعت قزانة المونغيلا أنا قصير وقتها والكار عالية متلفت هكا لفوق صورة القزانة نقع الفهمتني ولا الجيش يجري الحركية وقتها حبيت الجيش حبيته بالصورة متاعه يعني كما نقوله إحنا غرام حبيت حبيت حاجة حبنا عملها الكاريير متاعي عديتها لكله غرام بالجيش فهمتني ولا وعملت كاريير اسمها ياسع وتقللت عدة مناصب وخدمت وكوكبت معنا مناصب أنا وصلت حتى قايد قاعدة جوية معنا فهمتني بالأجهزة متاحها وزادة كيف كيف مكتب استعلامات الأمن في الأركان ومكاتب أخرى أنا هدايا لكله بالتوازي مع المستوى العالي العسكري اللي أنا استمرت في التكوين المتاعي وصلت حتى أعلى حلقة هي المدرسة الحربية والعليا وعملت ربوسات في الخارج وشرفت بلادي وخرجت أنا في نطاق بعثات حتى بعثات تعاون دولي تجارب ساخرة بتحديات كبيرة خاضها بالهادي في بحار عديدة تجربة بحر الماش اللي أنا بعد تجربة الأولى التونسية في إطار عيد الجيش حب الجيش يبين اللي تونس زاخرة بالأبطال في كل وقت وفي كل مكان وزمان وقتها خمم خمت القيادة باش نقطع لأول مرة في تاريخ تونس جزيرة قرقناس في أقص عام 91 من مناسبة الذكرى لأربع وتاخين من انبعاث الجيش الوطني المفدأ إذن قمت بالتجربة هذه وكانت ناجحة وقت ناجحة عملوا التقييم القدراتي لقاوها قدراتي يعني تجم تقدم ونجم نعطي لتونس أكثر وقتها التقييم وقعه وتم اختيار الهدف اللي هو يتسمى أصعب هدف في العالم هو بحر الماش بحر الماش ما يخفكمش يعني 8000 محاولة من القرن التاسع عشر منشحوا فيها عشرة في المية تم معناها ترشيحي باش نمثل تونس في بحر الماش وجبت نتيج طيبة وهذا خضعت على يعني عدة منها كما نقول احنا اختبارات في طول المسافة ماراتونية في البحار العميقة والحمد لله كلها تكلت بالنجاح ومشيت بحر الماش يوم محسوب 24 أوت 1993 في يوم 29 تم وقع اختباري ونجحت عشرة سواع نعوم في 12 درجة ثم بعد ترشح هذك في 15 و 16 سبتمبر بديت من 15 سبتمبر على الساعة العاشرة سباحا وكملت في مطني ولا في فجر يوم محسوب 16 وصلت لكالي حتي تساقي في كالي معناها 33 و 35 دقيقة فجر في مطني ولا انا جاي من فولكستون من مدينة انجليزية ساحلية وقتعت فيها 16 من ساعة و 35 دقيقة وكان الطيار قوي نهارتها يوصل للمد والجزر لارتفاع متاعه 725 وبعد 20 سنة قعد رمز التحدي هذاء رمز عالمي وقررت المنظمة باش تأسس كأس اسمه كأس بالهادي اللي سباحة بحرمه لمونج في عقوة تيار انا في عام 2015 طبعا في الكأس متاعي ضم في جناحه خمسة امريكان وتشيكية وكل عام في كل موسم يتنفسوا به شكون ينال جايز بالهادي العالمية في عام 2012 طلعت البوديوم اعلى بوديوم في السباحة الماراتونية في كوين ماري هذه سفينة اسطورية واخذيت لقب الاقتدار العالمي السنوي لـ 2011 يعني اتوجت كأفضل سباح لسنة 2011 بعد في 2013 زي كيف كيف وصلت في المنوى الهذاية ونجحت في قطعة أول عربي مسلم ينجح في قطعة مذيق البيرينك اللي هي معناها في شمال ألاسكا وفي شمال سيبيريا الشمالية في انتي قطعتها 4 كيلومتر واخنا لاختصاص متاعي نفتح قوس ارى مغير بودلة واقية مغير معينة الدفع في انتي تعوم ويزمك تجيب النتيجة ووقت تخرج انتي للبحر يزمك توقف على سقيك وتكون في أرض شايحة بشيعتبروك اللي انتي قطعت حتى لو كانت توصل قبل بميترو في الماء وسقيك في الماء حتى 4 مترو ومبلولة سقيك وما توقفش في الشايح تعتبر معناها أخفقت بالإضافة إلى هذه التجارب سعى بالهادي إلى تعميق التحدي في كل مرة لتحقيق التميز بقارب السلامة حاولت نلقى روحي ووقت نجر حاجة نبدأ مرتاحة علاش أنا ما نخوش المبادرة في العالم هذي ونربح الكأس هذي ووقت بعثت المنظمة وخسر المنظمة هذه العالمية كتشوف انتي تجيب نتائج طيبة كل مرة تحلك الأفاق هذه القوة بتاع المنظمة العالمية بح يخدمنا أحنا الملف الملف أنا بصراحة عندي نظرة ورؤية للأطفال اللي هما شمتني وإلا في يوم ما هما باش يأخذوا المشعل والرسالة اللي حبيت نوجهها واخترت أنا أوليدات الكشفة الوطنية باش فامتني ولا نجر القارب بتاعهم القارب السلام رسالة رسالة قوية اللي هي منها روحية رسالة روحية تربوية اللي نقول لهم أنتم أوليدات المستقبل وراهوا إذا كان أنا باش نجركم راهوا مش مجرد معنا حبل باش نجره راه هو تواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد والجيل اللي ما بعد غد تونس السباحة الفلاذية التي يقوم بها بالهادي لها قوانينها في خوض كل تحدي وقانون امتحها صارم جدا حتى ما ننسوش السفينة فما سفينة توجهنا أنا كنعوم فما سفينة توجهني لكن كنتغذى يعيطولي باش نتغذى كنقرب لاخو الكأس اللي باش نشرب أو يرميولي أنا يعني قارولة اللي بنشرب فيها وترجع ما غير ما نلبس نلمس اللي الوعي والبدلة بتاعي واضحة يعني سترة ومنها نظرات سباحة وقبعة فقط 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 ما عندي حق إلا في دهني بدهن شحمي يتسمى لانولين خلط بالفازدين شوية هذا دهن طبيعي كما تحدث بالهادي في هذا الملمح عن علاقته بالإعلام الإعلام هو سلاح ذو حدين يجم يخلق من لا شي شي ويجم يخلق من شي شي زادة كيف من خبيوش من يعطي حق وفما لي منها فما حاجة باية زادة كيف كيف تختفي تختفي هذو من الاحتمالات الكل إذا كانوا موضوعيين موجودين في الساحة هذه أتبقى كيفاش أنا باش نخرج من هالبوتقة هذه خطر الإعلام هو عنده المبادرة مش أنا يحب يصورني ولا ما يصورني أنا نعوم هو إذا كان نرضى عليه صورني ما رضىش عليها ما يصورني سيبيان سيبيان وإذا كان نعوم ونجيب بطولات عالمية وحتى واحد ما يسمع بي فهمتي ولا كني شي ما عملك عرف نجيب نجيب في الميدان متاعه كيف يحبنا الكل كان صعيب راهو صعيب برشا في القرية سيبطو يحبنا نوصل ونرحم في القرية يحبنا نطالع ويحبنا نظر ومليح معنا عملك يحب وقت القرية وقت اللعب لعب يحب النظام منظم معنا كل مدرسة أكاديمية حتى وقت النوم نو وشد الصحيح عنده حاجة يشدها للأخر حتى من قبل حاجة يحب يخمم فيها ما يرتاح إلا ما يكملها الكل بشي رقط ما يرقط يصل حتى بثلاثين ما يرقط عنده العناد هو بوع الأسد في داره يحب ما يدخل في حد عند أسد في صغاره في عائلته يحب القرار يخذه بالرغم ديمقراطي يره يخذ كلامنا أما حد من البرة ما يقبل هاش ويقول هيلو صريح جدا حتى يجرح بمسال أما قلبه بيض اللي يعجبني فيه اللي هو صاحب جو برشا ساعات أكثر من الوزوم يحشمني كنا نمشي للدار ساعات نحشم معناتها أنا ما نيش كيفه وحشم شوي أما هو دخلني في الجو برشا في داره و و وليس ساعات ما عجبنيش فيه برشا والنرفوز يتام بتاعه ساعات يتنرفز سينا جيب بس من الأول وقت جاي صغير الناس كل نجي تعلم العوم احنا كنا نعلم في العوم في الناتاشيون ما ناس كل كبار وصغار كل هو جاي تعلم وقعد معنا شارك معنا في كل شي احنا كبار منه وشارك شارك النعم لو احنا يعمل هو ويعمل ازيد من نحنا ها وديما ناشط وديما مصالعا بلبس علي لبس علي من الأول هكا اكتف حب يوصل حتى يغلبه واحد ماذا بي عاود يعاود و احنا قوله مسارعي مسارعي نسل ناح ذحك وديما في وجه ديما يقدر يقدر منيح ينفي يتقول نصيحة يعملها نجيب يعمل هادي يعمل هادي يعمل 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 مغروم يقول من الأول وقته كان صغير مغروم مغروم يسر ديما يحب يوصل يعمل حاجة يعرفها بها يعملها حتى ترجي نعم وترجي احنا مشي ويجي هكا ونعوم ويقول شي يمشي معنا يودي يرد بالك يودي يودي يمشي يمشي البطل هذك يزمو يظهر الوجود تعرف معروف عالميا ومتغيب داخلين في الوطن قليلين ويقليل ويقليل ويطلعو به والرجل على مستوى راقي على مستوى عالمي وفي السن هذك وفي العمور هكا الأخلاق والقلب الكبير والفرحة البطل الشعبي والدربط والدلحومة عكا عاش خلى مختار وخلى برش عباد وفتح بوجناح وفلان وفلان كل جاءوا معاه وليد حومته وليد الربط علاش لأن النام بقدرته لأن رجل هذية رفع رأي تونس في عديد محافل الدولية كل سنجيب ربي وفقه خطر هو يعني تعب في الحقيقة تعب تعب برشا وما يعني احنا مواقفين معه باللي نقدر وكهو هذا هو السباح العالمي نجيب الهادي تبقى تجاربه شاهدة على تحديات وطنية ودولية سعى من خلالها الى كسب الرهان ورفع راية الوطن اشتركوا في القناة